مرحبا بكم مستمعي الأعزاء مضى وقت طويل لم أقوم فيه بأي فيديو أو درس جديد أعتدر عن هذا الأمر وأعتدر كذلك لكثير من المستمعين الذين كانوا يسألونني ويكتبون لي ولا أرد عليهم لأنني كنت مشغولا هذه الفترة ما قالنا اليوم هو How risky is eating red meat ما مذا خطورة أكل اللحم الأحمر هو اللحوم الحمراء risky خطير Many studies have tied red meat food to cancer and heart disease but are the risks big enough to stop eating foods like lamb, chops and hamburgers الكثير من الدراسات ربطت بين اللحم الحمراء والسرطان ومرض القلب Many studies have tied tied يعني ربطة tied جاءت من فعل tie يربط ومنها كذلك tie ربطة العنق هل هل المخاطر كبيرة إلى درجة التوقف عن أكل اللحوم أو عن أكل الأطعمة؟ But are the risks big enough to stop eating foods أكل أطعمة مثل لحم الطأن لام tops and hamburgers لام هو صغير الخروف الحمل الحمل أو الطأن risks مخاطر هنا are the risks big enough يعني هل المخاطر كبيرة إلى درجة أو بما فيه الكفاية A team of international researchers says probably not فريق من الباحثين التوليين يقولون ربما لا Researchers باحثون Their findings published as a series of papers من they go against established advice A group of well-known US scientists even took the unusual step of trying to stop publication until the criticisms were answered نتائجهم Their findings يعني الأمور التي عثروا عليها في هذا البحث والمنشورة على شكل سلسلة من الأبحث يوم الاثنين published as a series as a series يعني سلسلة of papers من الأوراق البحثية go against established advice تعارض المشورة الشائعة التي دأب الناس على إعطائها established advice A group of well-known US scientists even took the unusual step of trying to stop publication ومجموعة من العلماء الأمريكيين المعروفين well-known معروفون اتخذوا الخطوة الغير اعتيادية لمحاولة التوقف عن النشر حتى تتم الإجابة على انتقاذاتهم يعني توقفوا عن نشر أبحاثهم حتى يجبوا عن انتقاذات التي وجهت إليهم unusual step خطوة غير شائعة خطوة ناذرة خطوة غير اعتيادية unusual criticisms الانتقاذات the new work does not say that red meat and processed meats such as hot dogs and bacon are healthy it also does not suggest that people should eat more of such foods فالعمل الجديد the new work لا يقول بأن اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة processed meats مثل النقانق such as hot dogs واللحم المقدد للخنزيرة واللحم الخنزيرة المقدد bacon are healthy يعني هو لا يقول بأنها صحية healthy it also does not suggest ولا تقترح كذلك يعني هذا العمل الجديد لا يقترح بأن الناس يجب أن يأكل المزيد من مثل هذه الأطعمة people should eat more of such foods يعني هو لا يقترح بأن الناس يجب should يجب eat more يأكل المزيد of such foods such يعني مثل the new work examined past studies on red meat and health problems the researchers involved generally support the finding that red meat is tied to cancer heart disease and other serious health risks العمل الجديد والبحث الجديد the new work فحص الدراسات السابقة examined past studies بخصوص اللحم الحمراء والمشاكل الصحية health problems الباحثون المشتركون the researchers involved عموما يدعمون النتائج generally support the finding بأن اللحم الحمراء مرتبطة بمرض السرطان that red meat is tied to cancer heart disease ومرض القلب and other serious health risks ومخاطر صحية خطيرة أخرى other other أخرى أخر but the researchers also say the evidence is weak لكن الباحثين يقولون كذلك بأن الدلائل ضعيفة evidence is weak they say there could be other causes for the apparent link ويقولون بأن قد تكون هناك أسباب أخرى للارتباط الظاهر الواضح الذي يظهر apparent link ارتباط ظاهر including a person's other food choices and lifestyle بما في ذلك الاطعم الاختيارات الاطعمة الأخرى للشخص وأسلوب حياته lifestyle أسلوب حيات including بما في ذلك a person's other food choices هنا food choices اختيارات الطعام أو الأكل اختيارته other food choices اختيارات الطعام الأخرى للشخص فإس هنا تدل على الملكية هذه الاختيارات لهذا الشخص اختيارات الطعام وهو كاتب مشارك في هذا العمل الجديد كاتب مشارك كو هنا تعني مع وتستخدم كprefix مع الكثير من الكلمات بمعنى مشارك يعني شاركا مع آخرين في هذه التراسة أو كاتب مشارك كو رايتا كو أوثر نقول كذلك كووركر يعني زميلك في العمل قال بأن المعظم الناس الذين يفهمون درجة المخاطر المرتبطة يعني هنا بأكل اللحم سيقولون شكرا لكم كثيرا لكنني سأستمر في أكل اللحم يعني هو يعتقد بأنه لا مخاطر في أكل اللحم على صحة الإنسان أو اللحم الأحمر هنا to keep eating يستمر في الأكل keep يعني يستمر والاستمرارية أما كلمات involved يعني مشترك في كذا أو مرتبط ب degree of risks involved درجة المخاطر المرتبطة المرتبطة بأكل اللحم The new work is the latest example of the divisiveness in food research البحث الجديد أو العمل الجديد هنا هو المثال الأخير أو هو أحدث مثال The latest example عن الإنقسام في بحث أو بحوث خاصة بالطعام full research يعني بحوث خاصة بالطعام والأكل Divisiveness الإنقسام Critics say scientific findings on the subject often have weak evidence أما النقاد يعني منتقدوا هذه الدراسة critics المنتقدون يقولون بأن نتائج البحث العلمي scientific findings on the subject على هذا الموضوع أو في هذا الموضوع غالبا ما تفتقر أو ليس لديها يعني لديها أدلة ضعيفة وتفتقر لأدلة قوية weak evidence دليل ضعيف weak evidence often have weak evidence يعني غالبا ما تكونوا لديها أدلة ضعيفة أما المدافعون defenders فهم يجادلون argue يعني يجادلون that nutrition studies can rarely be conclusive because of the difficulty of measuring the effects of any single food فهم يجادلون argue يعني يعطون أدلة على كلامهم بأن دراسات التغذية nutrition studies ناظرا ما تكون حاسمة can rarely be conclusive conclusive يعني حاسم لديه ذليل قطعي بسبب أن بسبب صعوبة قياس تأثيرات أي طعام واحد يعني على صحة الإنسان difficulty of measuring صعوبة قياس the effects of any single food تأثيرات أي غذاء واحد شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس شكرا لكم على المشاهدة